برعاية رئيسه أنطوان الزغبي أحيى الصليب الأحمر اللبناني الذكرى الثامنة والثلاثين لشهدائه تحت شعار والتبقى الهوية مصعف من خلال حفل أقيمة في قصر الأونسكو بمشاركة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر حسام الشرقاوي ومناصقة التعاون في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنزا منكوزو وبحضور الأمين العام جورج الكتاني وأعضاء من اللجنة التنفيذية كما شارك مسؤولون وإداريون وحشد من المصعفين ورؤساء وأعضاء من الفروع وأهالي الشهداء استهل الحفل بالنشيد الوطني ونشيد الصليب الأحمر اللبناني ثم دقيقة صمت لذكرى أرواح الشهداء وألقى الزغبي كلمة أكد فيها أن هوية المصعف هي هوية ملتزمة بالكرامة والاحترام المتبادل رغم قصاوة الظروف تبقى هذه المناسبة مقدسة في قلوبنا جميعا فهي تجمعنا كل سنة حول ذكرى حزينة في مضمونها وكريمة في جوهرها فهويتنا هوية المصعف تبقى هوية الإنسانية الملتزمة بالإنسانية بلا حدود ولا قيود فهي هوية الكرامة الملتزمة بالكرامة مساحة حرية واحترام متبادل فهي ذكرى ذكرى التاريخ تاريخكم تاريخنا التي ينقلها الأجيال شعلة لا تنطفئ ما زال في لبنان صليب أحمر لبناني هذه هي هويتنا وتخلى للمناسبة عرض فيديو عن حياة المصعف في المركز ونشيد الشهداء ولوحات فنية وفي الختام جرى توزيع رمز الذكرى على أهالي الشهداء